التقى وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس التونسي قيس سعيد حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيدا بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر في السنوات الأخيرة وزيارة تاريخية التي قام بها الرئيس التونسي إلى القاهرة في إبريل من عام 2021 وما مثلته من نقلة نوعية في علاقات البلدين ودد وزير الخارجية خلال اللقاء دعم مصر وتأييد الرئيس السيسي لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد والدولة التونسية التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل الشعب التونسي وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد ومن جانبه طالب الرئيس قيس سعيد بنقل عظيم تقديره وتحياته للرئيس السيسي مؤكدا تطابق مواقف القيادتين حيال جميع القضايا الإقليمية والتحديات الدولية واعتزازه بالدعم الذي تحظى به تونس من شقيقتها مصر في مواجهة كافة التحديات هذا وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين وفي مقدمتها الوضع في السودان وليبيا والقضية الفلسطينية بالإضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية